فجأة كده تلاقي نفسك وصلت السن المعاش سن الستين وعلى فكرة انا ضد كلمة المعاش لان حقيقي انا شفت ستات ورجالة ستات ابتدت تحضر للدكتوراه وخدت الدكتوراه بعد الستين ست ابتدت اول ما قسرت الستين ابتدت تعمل مشروع عمرها كله وحياتها اللي كان بتحلم به طب ليه نوصل لسن الستين وبعد كان نبتدي نفكر احنا كان نفسنا نعمل ايه زمان العمر بيجري والسنين بتتسرسب مننا على فكرة كمان عايز اقول لكم ان الكبار السن دول اللي هم اهلينة اللي هي امي وابويا كان من اولويات الدولة والقيادة السياسية السنادي وكمان السنادي وجه الرئيس السيسي بانشاء صندوق لرعاية المسنين اهداف الصندوق ده ايه بقى؟ تعزيز حقوق وحريات المسنين وخصص الرئيس السيسي مبلغ 100 مليون جنيه من صندوق تحية مصر لدعم صندوق كبار السن شفتوا؟ شفتوا؟ شايفين الدولة مهتمة ازاي بكبار السن؟ مش بس بقى الدولة يعني اعنا طول الوقت بقول ان الدولة بتعمل مجهود ولازم احنا جنبها يعني الدولة ماشية كده والقيادة السياسية عمالة تتجه لأهدافها احنا كمان لازم نمشي جنبها يعني الدولة هتمت بيهم عما يطلهم صندوق و100 مليون جنيه عشان تعزيز الناس دي كبار السن؟ احنا كمان لازم نعززهم طب نعملهم ازاي؟ نحسسهم بالسعادة ازاي؟ احنا بقى كمان هل عندنا بلان او خطة مستقبلية ان انت لما يبقى عندك 60 سنة هتبقى حققت اللي انت نفسك تحققه؟ طب هكون وصلت للهدف اللي انت نفسك توصله؟ طب الناس دلوقتي اللي بتفرجوا علينا اللي هم عندهم 60 سنة او كسروا سن الستين انتوا مبسوطين؟ طب ايه الحاجات اللي بتضيقكو؟ طب هل ولادكو بيشبعوا رغباتكو في الاحتواء؟ يعني احنا دلوقتي الجيل سريع جدا والزمن سريع جدا دلوقتي احنا أسرة واحدة في البيت بنشوف بعض بالعافية